بيبدأ النهاردة في المنى في تايلاند وبنشوف مصنع هناك كل اللي شغالين فيه أطفال كانوا بيصنعوا دمية على شكل نينجا مدير المصنع ده كان شخص قاسي عليهم جدا لدرجة انه ماشي بعصاية وبيضرب اي طفل يغلط ولو حتى غلط بسيط وصغير بييجي بعدها صاحب المصنع واللي كان اسمه فيليم لما بيدخل جوه بيطلب كوباية مية المدير بيبعد بنته علشان تجيبها بس علشان الكوباية اللي جابتها كانت متوسخة شوية المدير بيدرابها بسبب توطر الطفل اللي شغال وراها ومن غير ما يقصد بيصنع الدمية اللي في ايده من الوشاح بتاع فيليم بالغلط بيتدائي المدير منه وبيفضل يضرب فيه بالعصاية بس فيليم بياخدها منه وبدل ما يمنع المدير ان هو يضربه بيكمل هو ضرب فيه فضل يضربه بوحشية اكبر لحد ما الطفل ده مقدرش يستحمل وبيموت بيخرج فيليم بعدها علشان يركب عربيته ولا يكنه عمل حاجة وهو بيركب كارت الفيزة بتاعه بيقع في الارض بعدها بيضرب البرق المصنع كله بتحصل المفاجأة والدمية اللي الطفل صنعها دي بنلاقيها عايشة وبتتحرك الدمية بتكون صحية علشان تنتقم من اللي قتل الطفل اللي صنعها ولما بتخرج بتلاقي الفيزة اللي وقعت من فيليم وهو بيركب عربيته الدمية بتركب العربية اللي بتنقل البضاعة للمينة علشان تتشحن هناك وهو على السفينة بيحاول ان هو يهرب من السندوق بس للأسف الابطان ستيورت بيشوفه لما بيلاحظ ان شكله مختلف عن بقية الدمى بيقرر ان هو يحتفظ بي ويديه لابن أخوه أليكس بنروح بقى علشان يشوف أليكس ده واللي كان عايش مع مامته وجوزها ومعاهم ابن جوزها واسمه شون أليكس كان حاسس ان جوز مامته بيفرق في المعاملة ما بينه وما بين ابنه شون وبنعرف كمان ان أليكس بيحب بنت معاه في المدرسة واسمها جيسكا بس ما كانش قادر ان هو يعترف لها بحبه بيوصل قطان ستيورت عم أليكس لحفلة عيد ميلاده وكان جايب له هدية اللي هي الدمية اللي لقاها على السفينة بيفرح أليكس بالهدية جدا لدرجة انه تاني يوم في المدرسة بياخدها معاه علشان يفرجها لأصحابه في المدرسة جيسكا كانت بتوزع دعوات لحفلة في بيتها وأصحاب أليكس كانوا بيشجعوه ان هو يروح يتكلم معاها بس هو بيبقى مكسوف بسبب كده جيسكا كانت مدايقة منه لما بيردش عليها وهي بتكلمه وبتسيبه وتمشي بيظهر بقى الشلة بتاعت كل مدرسة وهي شلة المتنمرين بيفضل القائد بتاعهم يتنمر على واحد من أصحاب أليكس ومحدش ساعتها بيقدر ان هو يتكلم معاه بس الدمية واللي كان موجود في شنطة أليكس بتقلت صوته وبتقول للمتنمر ان هو يبطل طبعا المتنمر مكانش مصدق ان أليكس قدر ان هو يقول له كده وبيروح عليه بس اللي بينقضوا ساعتها ان في مدرس بيدخل عليهم والولد ما بيعرفش ان هو يعمله حاجة بعد المدالسة بيروح أليكس علشان يجيب الحاجة لابتاعته علشان يروح بيها بس بيلاقي ان الواد المتنمر ده مستنيه هناك علشان يضربه ساعتها بيتدخل الدمية وبيتحرك وبيتكلم وبيساعد أليكس في انه بيتخلص من جرين ويروح على البيت أليكس في البيت مكانش مصدق ان الدمية بتاعته بتتكلمه الدمية بيقول له ان هو جبان علشان مش قادر يقف قدام المتنمر ده ويدافع عن نفسه وأصحابه بيعمل مع التفاق ان هو يساعده وهيحلله كل مشاكله في المدرسة وكمان هيخلي جيزكا تحبه بس في المقابل يعمله خدمة وبيطلع له الفيزا وبيسأله عن اسم صاحبها لان هو بيعرفش يقرأ ويكتب والمفاجأة بقى انه بيطلع اسم رجل اعمال مشهور جدا اللي هو فيليب زي ما احنا عارفين بس اللي كان في نفس الوقت يبقى هو والد جيزكا اللي أليكس بيحبها النينجا بياخد أليكس علشان يعلمه فنون الدفاع عن النفس وفنون المقتال طبعا أليكس كان بطيخ خالص والنينجا كان ممرمط به الارض حرفيا تاني يوم في المدرسة أليكس بيتكلم مع النينجا وبيكون زعلان جدا علشان مش عارف يهترف لجيزكا بحبه بس النينجا كان عنده الحل وبيروح للغرفة اللي فيها الميكروفون بتاع المدرسة وبيقالت صوت أليكس تاني وبيعترف ساعتها بحب الجيزكا قدام المدرسة كلها طبعا بعدها كل الطلاب قعدوا يتريهوا على أليكس واللي هو عمله بس المهم ان الجيزكا عجبتها الحركة ووضح ان هي كده بيتميليه والنينجا ما بيقافش عن كده وخلاص لا ده بيخلي أليكس يقف قدام كل الطلاب وبيخطب فيهم هو بصوت أليكس واللي كان بيحرك شفايفه بس ساعته بيقول للطلاب ان احنا مش لازم نسمح للمتنمر ده انه يتنبر علينا تاني وبيقول ان هو بيتحدى يوم السبت وان هو هيكسبه ويخلي منخيره في التراب علشان ما يقدرش يداهق حد فينا تاني أبدا أليكس طبعا كان قلقا من حوار التحدي ده بس النينجا بيطمنه وبيفضل يكمل تدريب ليه في فنون الكتال بيعملوا كمان شوية مصايد كده علشان يستخدموها في المعركة بيجي يوم السبت والمدرسة كلها بتتجمع علشان تشوف جلين وهو بيسافلة أليكس بس جلين بيقع في المصايد والأخاخ اللي عملوها ليه وكل ده أليكس لسه مشتبكش معاه لحد ما بيقع في الآخر في الطين بس بيقوم بعدها وبيهاجم أليكس وبيفضل يضربه لحد ما أليكس أخيرا بيبدأ يستخدم اللي تعليمه من النينجا بيقدر فعلا في الآخر ان هو يهزم جلين واللي بيقول ان خلاص حرم ان هو يتنمر على اي حد تاني وكمان في الآخر بيتجيله جيزكا اللي عجبها اللي هو عمله جدا وبتتعيل الحفلة بتاعتها فعلا بيروحوا للحفلة ومعا النينجا واللي كان رايح علشان ينتقم من باباها بس هناك بيتفاجأ ان باباها شخص تاني مش هو الراجل اللي هم بيدوروا عليه بيطلب من أليكس ان هما يسيبوا الحفلة حالا ويمشوا طالما مش هو الراجل ده بس أليكس ما بيرضاش وبيرمي الشنطة اللي هو فيها لانه كان عايز يرقص مع جيزكا النينجا علشان يخلي أليكس مركز معاه بيروح للجيزكا ومن غير ما تشوفه بيقول كلام وحش عليها بصوت أليكس وعلاقتهم بطبوز بيخرج أليكس من بيت والنينجا بيقابله وبيقوله ان هو لازم يكمل مساعدته وانه بيوعده بعدها هيرجع له كل حاجة زي ما كانه بيروحوا هما الاتنين وبيتسحبوا علشان يدخلوا بيت فيليب اللي هما عايزينه وكل ده أليكس كان مفكر ان النينجا عايز يرجع له بس الفيزا بتاعته لما بيظهر فيليب بيحاول النينجا ان هو يقتله وأليكس ساعتها بيحاول ان هو يوقفه فيليب بيستغل الفرصة وبيقدر ان هو يهرب وبيقفل عليهم الباب علشان يبلغ الشرطة بس النينجا بيقدر ان هو يهرب هو أليكس قبل ما يتقبض عليهم بيحكي الأليكس بعدها الحكاية وبيقول له ان هو عايز ينتقل من فيليب ويقتله علشان قتل الطفل اللي صنعه وبيقول له كمان ان مستعبد اطفال هناك كتير ومشغلهم في المططع عنده أليكس بيرفض ان هو يساعده في موضوع القتل ده ساعتها النينجا بيتعصب وبيهدده ان هو هيقتل أخو شون لو هو مساعدوش بيوقع أليكس وبيجري هو علشان يقتل شون وأليكس بيفضل ان هو يجري وراه يطارد بيدخل البيت بيلاقي فعلا ان النينجا بيحاول يقتل شون وهو بيفضل ان هو يقومه لما بيدخل اهله عليه القوضة بيفتكره طبعا ان أليكس هو اللي كان عايز يموت شون بيوضوه على طول مساحة نفسية ولما بيحكي له حصل الدكتور بيحجزه في قوضة لوحده بيقول لهم الدكتور ان هو هيفضل في المستشفى فترة وهما بيسيبوه ويمشوا بيطلع له النينجا تاني وبيهدده المرة دي ان لو مساعدوش هيقتل الدكتور أليكس بيجرد حل وبيقول له ان هما بدل ما يقتلوا فيليب هيخلوه ان هو يتمنى الموت من الحسرة والندم بدل ما يقتلوه فعلا بيقتنع النينجا وبيقدر ان هو يطلع أليكس من المساحة بعد ما هدد الدكتور ويروحه لعمه القبطان ستيورت وبيقول له ان هو بيعمل بحث للمدرسة عن المخدرات وبيقدر ان هو ياخد من عمه رقم تاجر مخدرات وبيكلمه وبيخلي ان هو يجيب له مخدرات كتير وبدل ما يدفع فلوس بيخلي النينجا يكتفه ويرمي في العربية النينجا بعدها بيفتح بطنه وبيخبي المخدرات فيها وبيطلعوا على المطار لانهم يعرفوا من فليب هيسافر على المصنع بتاعه تاني اللي في تايلاند لما بيوصلوا بيلاقوا ان هو خلاص دخل على الطيارة ومش هيلحقوه بيروح النينجا وبيستخبف شنطة علشان يطلع معاه على الرحلة وهناك في المطار بيجري النينجا على كلب بوليسي وبيخليه لشم المخدرات اللي جواه وبعدها بيجري يرمي نفسه على فليب والشرطة بتيجي وراه بيقبضوا على فليب بتهم التهريب المخدرات وبكده النينجا واللي كان بقطعه طبعا علشان يطلع على المخدرات اللي فيه ضحب نفسه في سبيل الابض على فليب وهناك بقى أليكس بيلاقي حبيبته جيزكا جياله وبتقوله ان هي قبلة رسالة الاعتذار اللي هو بعتها ليه واللي طبعا النينجا هو اللي كان عمل كده لانه كان وعده انه هو يرجع كل حاجة تاني بيقض يتعشى مع عيلته وبيشوف ان فيه حرامي للشنط منتشر في المدينة فبيلبس نفس الوشاح بتاع النينجا علشان يروح يكمل هو مزيرته في محاربة الشرق كم وصلت نهاية فيلميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وقالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا أول بأول طبعا